مرحبا جميعا وأهلا وسهلا بكم مجددا بدرس جديد من كورس المحادثة بهذا الدرس سنتعرف سوية على مصطلحة الدفع باللغة الألمانية فالكثير من متعلمين اللغة الألمانية يتساءلون ما هو الفرق بين تسالن بتسالن أو تسالن وغيرها الكثير لذلك اليوم بهذا الفيديو سنوضحهم جميعا مع طرح أمثلة لنبدأ مباشرة بداية يجب أن ندرك بأن تسالن هي الأساسية ويمكنك استخدامها دون مفعول به مثلا إذا كنت تجلس في مطعم معين وتريد طلب الحساب يمكنك قول تسالن بتسالن بتسالن بت وهنا تأتي بمعنى الحساب من فضلك ويمكنك أيضا قول إيش مشت بتتسالن إيش مشت بتتسالن أود أن أدفع من فضلك لنقوم بطرحي ببعض الجمل المهمة إيش تسال باع وهنا نعني بأن الدفع سيكون نقدي كاش إيش تسال باع إيش تسال باع تسالن زي باع تسالن زي باع هل ستدفعون خضراتكم بالكاش نقدا ديسمال تسال إيش ديسمال تسال إيش في هذه المرة سأدفع أنا ديسمال تعني بهذه المرة فعل تسالن أيضا يستخدم عندما نتحدث عن دفع ضرائب أو مثلا فوائد أي شيء قد يكون إضافي على الفاتورة في ألمانيا يجب على المرأة أن يدفع الضرائب للا انتقل لجزئية بتسالن بتسالن عادة عندما تريد الدفع عن شخص معين لشيء معين تستخدم بتسالن مثلا إيش بتسال ديش موغن سأدفع لك بالغد إيش هابدش شون بتسالت إيش هابدش شون بتسالت لقد دفعت لك بالفعل يمكننا أيضا تحويل الجملة وصياغتها لحالة الداتيف إيش هابد ديش شون مع دين أنت غشت بتسالت إيش هابد ديش شون مع دين أنت غشت بتسالت دايما عندما تجد هناك صعوبة بالنطق قم بالنطق بتروي وببطق ستلاحف بأن الأمر سهل إذا كنت تمتلك أساسيات نطق حروف ومقاطع حروف قوية لتدفع شيء معين يمكنك قول اتواس بتسالن أو فور اتواس بتسالن اتواس بتسالن إيش هاب دي اوة بتسالت إيش هاب دي اوة بتسالت أو مثلا يمكنك قول إيش هاب فور دي اوة بتسالت إيش هاب فور دي اوة بتسالت لقد دفعت ثمن الساعة أو دفعت الساعة يمكنك أيضا استخدام مصطلح يدفع أو دفع للتحدث عن خطأ معين كلغتنا العربية مثلا عندما يقوم شخص ما بفعل أمر خاطئ وتقول له ستدفع ثمن ذلك مثلا إيش هاب فور زين الفيلة بتسالت إيش هاب فور زين الفيلة بتسالت لقد دفع ثمن أخطائه يمن دن ادواس تسوق تسالن يمن دن ادواس تسوق تسالن وهي تاني أن تدفع لشخص ما بالمقابل عسى بالمثال ساعدك في موقف معين دفع عنك ستقوم برد الجميل له إيش هاب ماذا سكلت تسوق تسالن إيش هاب ماذا سكلت تسوق تسالن لقد عاد إلي ما دفعته هايم تسالن وهي تعني أن تدفع لشخص ما ما دفعه لك لكن بمعنى انتقامي مثلا عندما يقوم شخص بفعل أمر سيء تجاهك وتقول لأصدقائك مثلا سأجعله يدفع ثمن هذا دس فيعد إيش ايم هايم تسالن دس فيعد إيش ايم هايم تسالن دس فيعد إيش ايم هايم تسالن بالطبع أأمل أن لا تستعمل هذه العبارة ولا تقولها لأي شخص مطلقا لكن فقط أخبرتكم بها من باب تحسبا إذا قرأتموها بكتاب أو شيء معين تكونون على إطلاع بها عندما تريد دفع ديون معينة تستخدم أبتصالن 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 مثلا تذكر دائما عند متابعة فيديوهات كورس المحادثة أن تقوم بإيقاف الفيديو بالعديد من المرات وتقوم بمحاولة قراءة الجمل والمصطلحات بشكل منفصل وبعد ذلك تقوم بتسجيل العبارات الجديدة لكي تساعد على بناء أساس قوي لديك بمفرداتك ومصطلحاتك بلغة الألمانية إذا وصلت لهذه الجزئية من هذا الفيديو أشكرك بشكل خاص أود أن أطلب منك بأن تقوم بالتعليق بعلم بلدك لكي أعلم أنك وصلت إلى هنا ولا تنسى بتكرار الاستماع للجمل والعبارات إذا لديك أي آراء اقتراحات أسئلة اكتبها بالتعليقات ونراكم قريبا دمتم بخير